لقيت بنت الحلال اللي هكمل معاها حياة وربنا هيبعد عنا العين ومش مصدق انها باقت مراطي حقيقة جواز كوزبارا واسماء جلال اتصدرت الفنانة اسماء جلال التريند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت وده بعد اعلام مطرب المهرجانات كوزبارا عن جوازه منها فتسبب في جدل كبير جدا حواليها وبقى الجمهور مستغرب ازاي كوزبارا يتجوز اسماء جلال امتى تقابله وكمان حبه بعض فتعالوا نعرف الحكاية كاملة مع بعض البداية كانت مع ظهور اسماء جلال وكوزبارا مع بعض في اعلان جديد لوحدة من اكبر شركات الاتصالات فحقق ان اعلان نجاح كبير وراحز الجمهور فيه كيميا وخف الدم بين كوزبارا واسماء وكأنهم اصحاب من زمان بعد كام ساعة بس فاجئ كوزبارا المتابعين والجمهور باعلان ارتباطه من خلال ستوري على انستجرام قال فيها حابب اقول لكم حاجة مهمة انا خلاص لقيت بنت الحلال اللي هكمل معها بقية حياتي واستغرب المتابعين من ستوري كوزبارا وبعد شوية تفاجه بنشر فيديو ليه بيعلن فيه عن ارتباطه باسماء وظهرت معاه اسماء وهي بتقول انا بقول لكل شاب بيشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحي لأمراته اسماء جلال اما اسماء فكانت مستغربة ومصدومة من الكلام اللي بيقولوا كوزبارا فقال لها كوزبارا هو انت مكسوفة مني وبعدها جريت اسماء وقال كوزبارا اهي اسماء بتجري على الكواثير وتفاجئ المتابعين والجمهور من الكلام اللي قالوا كوزبارا في الفيديو خاصة ان اسماء مصرحتش باي حاجة عن ارتباطه مش بس كده ده كمان كتب ستوري قال فيها الحمد لله فرحتنا انا واسماء عدت على خير ربنا يبعد عننا العين ومع استمرار تأكيد كوزبارا على جوازه من اسماء بدأ المتابعين والجمهور يتوقعوا ان كوزبارا بيهزر زي عدته وما فيش ارتباط بينهم ولا حاجة خاصة ان اسماء جليل دايما بيطلع عليها اشعاعات ارتباط فسبق وانتشرت اخبار عن ارتباطها بويجز خاصة ان الجمهور والمتابعين لحظوا انه خلال الفترة الاخيرة كانت اسماء حريصة جدا تكون حضرة كل فعاليات ويجز وبتكون موجودة في الصف الاول مش بس كده بدأت اخبار ارتباط اسماء جليل وويجز تزيد خاصة بعد منشر صورة ليهم مع بعض في عيد ميلادها فتوقع المتابعين انهم هيأننوا عن ارتباطهم ببعض بشكل رسمي بعد عيد ميلادها لكنها في الآخر طلعت اشاعة مش اكتر واللي بينهم صداقة كمان مش ويجز الفنان الوحيد اللي ربط الجمهور بين اسمه وبين اسماء جلال سبق وارتبط اسمها بالفنان امير المصري اللي نشر صورة عفوية ليه مع اسماء بيهنيها وكان بيهنيها ساعتها بعيد ميلادها بكلام رومانسي جدا وكأنهم هم اللي اثنين مرتبطين ببعض خاصة ان دا مش اول مرة تظهر اشاعة عن ارتبطهم فسبق وتوقع الجمهور انه مرتبطين بسبب انهم قضوا اجازتهم مع بعض في لندن وتوقع الجمهور ان امير اتعرف على اسماء من خلال الفنانة مريم الخش لانها صديقة مشتركة بينهم هما الاتنين وصاحبة اسماء جلال الانتين فجايز جدا يكون اتعرف على اسماء من خلالها وقعوا في حب بعض هما الاتنين لدرجة ان اسماء سابت كل اللي وراها وسفرت لامير مخصوص انجلترا علشان تقضي معاه هو وعيلته لاجازة بتاعتها ودلوقتي بدأت اشعاعات ارتبطها مطر بالمهرجانات كوزبرة فيترى مين فيهم حبيب اسماء جلال الحقيق ترجمة نانسي قنقر